مشاهدين للحديث أكثر عن صعود مناصيب المياه ينضم إلينا داخل الاستوديو ومدير الموارد المائية في بغداد الأستاذ عدي سليم علي أهلا بك أستاذ عدي في نشرة الأخبار بداية أربع سنوات من الجفاف أغرت الكثيرين بالتجاوز على حوض نهر دجلة والسكن أو استثمار هذه المنطقة واليوم يعانون من ارتفاع مناصيب المياه ما هي الإجراءات التي تتخذها الوزارة تجاه المتجاوزين بالبداية السلام عليكم عليكم السلام إحنا كوزارة الإجراءات ماتنا حتى موسم الشحة يعني مستمر إحنا حتى بموسم الأربع سنوات التي تفضلت حضرتك بيها إحنا أدنا إجراءات قانونية أدنا حملات تزال التجاوزات على حوض النهر وبالنتيجة هذه موجة مو موجة عملاقة ما سيطر عليها من قبل كوادر وزارتنا ومطلقة بإشراف وزارتنا يعني أدت لها خسار مادية وخسار بالمطاعم والمتجاوزين والمنازل أصعب منطقة عندنا هي اللي كثرت بها تجاوزات البعيثة وزارة فرانية ابتداء من جسر الزيوت النباتية إلى الملتقى بين نهر ديالة ونهر ديالة طيب وجهتوا من إداء قبل هذه الموجة الأمطار طبعا بلغنا كل الدواء الرسمية وراحت كوادرنا انتشرت على طول مقطع النهر ابتداء من الموصل لصلاح الدين البغداد طيب سيد عدي نتحدث بصراحة وأرجو أن نتسع صدرك سنوات الجفاف التي مرت يعني بالتأكيد سيعقبها هناك أمطار يعني برحمة إلهية وسترتفع بناسب المياه لماذا تأخرت الوزارة في دعوة المتجاوزين إلى مغادرة هذه المناطق إلى ما قبل سبعة أيام من موصل الأمطار قبل سبعة أيام بلغناهم بالموجة من الأمطار الدعاوة القانونية والقضاء وحملات إزالة التجاوزات مستمر من أكثر من يعني من أول نتيجة تجاوز تبدي وزارتنا اليوم من نشوف مطعم على ضفاف نهر الدجلة كلهم عليهم دعاوة قضائية وكلهم عليهم جراءات قانونية وكلهم عليهم حملات إزالة تجاوزات الجهات الأمنية ما تخذت إجراءات بالإزالة الإزالة المباشرة جهات الأمنية بكل قطعاتها متعاونة طيب بس قلت لك يعني هي حجم المشكلة شبيرة متراكم يعني الدفن اللي موجود اللي بالزعفرانية وبالبعيثة يعني في الكميات مهولة يعني احنا خلال اسبوعين رافعين تقريبا 28 ألف متر مكعب عنقاض وتدري يعني الدفن يصير غير يعني احنا كوادرنا كوادر يعني وزارة كوادر مدنية يعني يعني اليوم كان الوزير خلال هاي الشهرين تقريبا ست جولات نهرية بها المناطق كلها بدينا بحملة قبل الإقراعات بالتعاون مع دوار البلدية بالتعاون مع القاومية نحن مقبلون على ذوبان الثلوج وتوقعات بأمطار غزيرة إن شاء الله هل ستتصاعد وطيرة إزالة التجاوزات هل سيكون هناك تطبيق من قبل الأجهزة الأمنية بالتعاون مع وزارة الموارد المائية في الإزالة القصرية وليس مجرد الغزارة إزالة قصرية يعني مستمرين بحملة الإزالة القصرية صارنا أكثر من سنة حملة إزالة يعني بإشراف دولة رئيس وزارة هذا الملف حاليا بيت أعلى سلطة بالبلد يعني تدري يهتم بي دولة الرئيس ومشكل لجانه بإشراف مباشرة يعني مباشرة من وزيرنا يعني كل كوادر الوزارة مهتمة في هذا الموضوع بس هي قلت لت يعني الحملة يعني التجاوزات كبيرة جدا يعني متراكمة صالها أكثر من ثمان سنوات تسع سنوات طيب كيف ستستفاد اليوم وزارة الموارد المائية من مناسب المياه الجديدة هل ستم تلئ السدود؟ يعني هسا عززنا خزين الوزارة بأكثر من مليار جزء أكبر راحل الخزن أكثر من مليار متر مكعب الجزء الثاني عززنا بي الأهوار بالجنوب الجزء الثالث استعمالاتنا زراعية يعني الخطة الزراعية اللي موجودة يعني يعني خزين السدود اليوم زاد بأكثر جزء الأكبر راحل السدود إن شاء الله يعني الموسم الصيفي القادم متأمن عندنا مثل موسم الصيفي السابق يعني يعني وزارتنا يعني سيطرات بهذا يعني عززنا حتى الخزين الأهوار طيب يعني عشنا الأهوار بيها نعم هذا الارتفاع في مناسب المياه هل سيبطئ الحوارات مع دول المنبع في مسألة حصة العراق المائية باعتبار لا ما لها علاقة هاي أمطار يعني نعم يعني باعتبار أن الخزين ارتفع بنسبة كبيرة جدا أمنتم الزراعة الشتوية الحالية وأيضا الصيفية المقبلة بنسبة كبيرة جدا لكن كان الجفاف ضاغطا بشكل كبير جدا على الحوارات وكوادر وزارتنا يعني يعني نتدر هي وزارة مو وليدة اليوم وزارتنا وزارة متراكمة بيها الخبرة لو ما هاي الخبرة الموجودة داخل وزارة ما تندار بهيش حرفية وبهيش مهنية هاي الأزمة اللي مرت يعني هاي لأول مرة بتاريخ العراق يوصل خزين المستويات الخزين اللي عدنا بهيش مستويات ومع هذا يعني عبرنا الأزمة وإن شاء الله نطمن الناس أنهم عبر الأزمة جاية هميا فما قدنا مشكلة إن شاء الله يعني بس هي مو مرتاحين يعني بضغط يعني ليس بشكل تام لكن إن شاء الله بشكل تام بس الضغط على كوادرنا ضغط مهول نعم كوادرنا من السبع الصوح بدون مبالغ نعم لـ 12 مليون متواجدة بحضر العامل للفارق هو إعادة تحويل المياه إلى الأهوار وهذه نقبة أساسية ربما وزيادة الغزين بنسبة أكثر من مليار متر مكعب ومن ضمن هذه المياه التي ربما كانت متوقفة هي من سد مندلي باتجاه هور الشويجة أهوار البيار في الكامل يعني هل الأهوار عادت إلى طبيعتها أم تحتاج إلى مناسب مياه أه طبعا تحتاج استدامة يعني تحتاج استدامة حتى تستمر الأهوار بطبيعتها نعم سدود الديالة امتلأت يعني الحمد لله الخزينة الاستراتيجي للدولة تزداد بأكثر من مليار متر مكعب قطينا على الاحتياجات الرية الثالثة مع المزروعات الشتوية بالكامل ونحن الموسم الشتوي بعدها مستمر متوقعين يعني ذوابان ثلوج متوقعين أمطار أخرى إن شاء الله إن شاء الله مدير الموارد المائية في بغداد السيد عدي سليم شكرا جزيلا لك شكرا لك